ما رأيك في من ينسب لشيخ الاسلام التيمية أن سؤال الميت أن يدعو الله لك ليس من الشرك الأكبر بل هو بدعة هذا جاء في كلام شيخ الاسلام صحيح لكن البدعة يريد بها البدعة الحادثة يعني التي حدثت في هذه الأمة وليس مراده رحمه الله بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركا لأن البدعة التي حدثت في الأمة منها بدعة كفرية شركية ومنها بدعة دون ذلك فإذا قوله وعما سؤال الميت أن يدعو الله للسائل فإنه بدعة يعني هذا حدث في هذه الأمة حتى أهل الجاهلية ما يفعلون هذا ما يقولون ادعو الله لنا إنما يقولون اشفع لنا فمسألة أن يطلب من الميت الدعاء هذه بدعة حدثت حتى عند المشركين ليست عندهم فعند أهل الجاهلية ليست عندهم بل حدثت في هذه الأمة وإنما كان عند أهل الجاهلية الطلب بلصف الشفاعة اشفع لنا يأتون ويتقربون لأجل أن يشفع يتعبدون لأجل أن يشفع أو يخاطبونه بالشفاعة فيقولون اشفع لنا بكذا وكذا أما ادعو الله لنا هذه بدعة حدثت سلمة فكلام الشيخ الإسلام صحيح أنها بدعة محدثة وكونها بدعة لا يعني أن لا تكون شركا أكبر فبناء القباب على القبور وسؤال أصحابها والتوجه إليها على هذا النحو الذي كراه من المشاهد والحج إلى هذه المناسك إلى هذه المشاهد وجعل لها مناسك كلها بدعة نقول بدعة حدثت في هذه الأمة وهي سؤال أصحاب هذه المشاهد والذبح لها وعلى هذا النحو الموجود لم يكن موجودا في الجاهلية على هذا النحو وإنما كانت عبادتهم للأموات على شكل قصنام وأوثان والتجاء للقبور وأشبه ذلك لكن ليس على هذا النحو فلم يكن أهل الجاهلية يحجون كالحج لبيت الله الحرام يحجون إلى مشهد أو إلى قبر أو ما أشبه ذلك نقول هذه بدعة لكن هل يعني أن ذلك ليس شركا أكبر؟ لا لأن البدعة منها ما هو مكسر